يحكى أنه كان هناك رجل مقطوع الرجل يعيش في قرية وكان لا يستطيع المشي والتجول إلا بالعكاز فذات مرة سأله رجل عن سمب قطع رجله كيف قطعت رجلك؟ هذا دعاء أمي لماذا؟ هل دعت عليك؟ تلك قصة عجيبة حين كنت في صبايا أمسكت عصفورا فربطته بخيط في رجله فأفلت من يدي وطار حتى دخل في شق من الجدار ليحفظ نفسه فأدركته والخيط كان متدليا من شق الجدار فجذبته بقوة فوقع العصفور على الأرض وانقطعت رجله بالخيط فلما رأت أمي ذلك سخطت علي وتألمت ودعت علي قائلة قطع الله رجلك كما قطعت رجل هذا العصفور المسكين ومضت الأيام وصار هذا الكلام نسيا منسيا وفي سن الشباب رحلت إلى مدينة لطلب العلم وفي الطريق سقطت من الحافلة وأصابتني جروح شديدة في رجلي ذهبت إلى الطبيب ليعالجني فوصف لي أدوية كثيرة ورغم أنني تناولتها وقام بعلاجي كثير من الأطباء لم تشف رجلي حتى قرروا قطعها وهكذا تحقق دعاء أمي أيها الأحبة الصغار تعلمنا من هذه القصة أنه لا ينبغي لنا أن نؤذي حيواناً أياً كان لأنه من مخلوقات الله تعالى ولأن إذا أهودون عذر شرعياً يسخط الله تعالى والاهتمام به والعناية بحاله يرضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينا رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئراً فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء فسق الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجر فقال في كل ذات كبد رطبة أجر اشتركوا في القناة